عدم الاستقرار السياسي في العراق بات أوضح من ذي قبل لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أيار الماضي هو ملخص لتقرير نشره موقع ناشيونال انترست الأمريكي وتحدث فيه صحفيون أمريكيون عن ما وصل إليه حال البلاد بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة في بغداد الموقع نقل تقريرا للكاتب سين ماك جوفين قال فيه أن المالكي حول مؤسسات الدولة إلى مؤسسات طائفية تسيطر عليها الأحزاب الحاكمة لا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية التي ارتفعت فيها نسبة العناصر المنتمية لتلك الأحزاب من 55% عام 2010 إلى 95% بحلول عام 2014 خطأ المسؤولين الأمريكيين في السماح للمالكي بترأس الحكومة في بغداد منذ عام 2006 كما جاء في التقرير يحتم على صانع القرار الأمريكي إعادة النظر والتدقيق في مسألة اختيار أي مرشح قادم لمنصب رئاسة الحكومة فمجيء المالكي إلى الحكم وفر بيئة خصبة لتعزيز وانتشار الميليشيات المسلحة في العراق لسيما ميليشيا الحشد المدعومة من إيران لكن الأخطر من ذلك وفقا لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية هو انخراط قادة ميليشيات في العملية السياسية على شكل تحالفات حزبية باتت تسيطر على أجزاء مهمة من الاقتصاد العراقي وأضحت هذه الميليشيات وفقا للصحيفة وكيلا قويا لإيران التي يرجح أن تستخدم أذرعها كقوة تخريبية في العراق إذا ما تفاقم ضغط العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وترى الصحيفة البريطانية أن نهاية اللعبة العسكرية بالنسبة للميليشيات ستكون بالسيطرة على الدولة سياسيا فإن لم تستطع فستحاول أن تكون جزءا منها على غرار هيمانة ميليشيا حزب الله السياسية في لبنان إذ يضع قادة هذه الميليشيات في حساباتهم تفكيكا محتملا لقواتهم وهو ما حداهم لخوض صراع جديد هدفه السلطة والنفوذ من خلال التغلغل في مفاصل الدولة اقتصاديا وسياسيا